انا مكنتش متخيل انك بالجمال ده فعلا انت صاحرة هانيك هم الحلوين يا باشا اكيد يعني هم لو مش عارفين ان حضرتك برنز مش هيبعتولك الحاجة الحلو الله 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 وثقة من نفسك للدرجات دي كمال وثقة في نفسي علشان عارفة ان هم مش بيحدفوا في النيل غير احلى عروسة تسمحيلي انت غريب قوي يا باشا انا عمر حد ما عملني كده ولا حد عملني بالحنية دي من احا دي بقى اطمعيني لانك هتلاقيني راجل مختلف عن اي راجل قابلتي في حياتك باين يا باشا باين يعني ان انت برنز كده وسيد الناس كلها ها مستعدين لرحلة رحلة ايه احنا مسافرين ولا ايه لا رحلة مسج العذاب الموت عذاب عذاب ايه كفال الله الشر شوفي يا توها القلم لما بيكون موجود بالحاجة الحلوة بيبقى ليها طعم ومزاق تاني خالص هو الكلام يعني كلامك غريب يا باشا حلوه عجبني بس يعني مش فاهمة حاجة مش فاهمة تقصد ايه بالسعب بادي اسمت كده تعبان ومرهق وتتشك شكة كده ونزلي كام نقطة دم تحس بعدها مراحة تامة دم؟ ما بلاشت خوفني منك بقى يا باشا عارف يا توها احلى حاجة فيك ايه؟ ايه؟ ان في حاجات كتير انت ما تعرفيهاش وحتتعلمي على ايدي بقى حاجات عمرك ما شفتيها قبل كده وملو يا باشا انا جاهز اجرب واتعلم اللي عمري ما شفته مش بقولك انها رحلة رحلة تاني انا والله ما فاهم حاجة يا باشا طب ايه رايك بقى ان اطلع من هنا ولا نختصر المسافة ونعدي من هنا نعدي من هنا ازاي بقى؟ نعدي من هنا يا احنا تبلى نغرق نغرق؟ طيب تعالي بقى مواريك الغرق الجميل شكله ايه؟ اي 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 اوه اوه نفسي يا بيت تعرف مين اللي شرحك كده قلتي ساكتها بعمل كيش دعو اللهو انت هتستقوي علي انا كنتي اخت استقوي علي ضربك احكي يا بيت وقول ما تسكت يا وزا بقى وتنقتيني بسكاتك انا انا ساكي؟ بتزعقلي يا حلوين بتقوله ايه من غيري هملاقيه بزا ايه 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 ده اللي عامل فيك كده يا بيت هتضربك بخرطوم ولا ايه؟ لا مال ايه؟ كرباك يا لهوين؟ شوفي يا اختي البت اللي كانت مستقوية علينا جاي متخرشم ازاي؟ ما تحكي يا بيت كرباك ايه؟ كرباك عامل ما سنتيش يخطي عن عشاء العمل اهو ده بقى كمان كرباك عامل يا بيت انت بتتحكي علينا ولا ايه؟ ما تقولي؟ يا توحة ما تنقتناش كده بالكلام قولي في ايه يا حبابت؟ مين العمل فيك كده؟ ماشي محاض راح احكيلكم رحت قابلت يعني راجل من الرجالة العلوي قوي الجمدين دول قعدني قعدة ايه؟ فخ معاوي قعدت في الجنينة انوار ايه؟ واكل ايه؟ وشرب ايه؟ هيسا وبعدين قعد يعني يتكلم معايا كلام كده ما تفهمتوش الصراحة برضو في الاول قال لي انا عايزك تمشي على الطوب المكسر والإزازة المكسر قال ابسر ان الحاجات دي لما تعمليها نفسيتك كده تتغير والوجع اللي في نفسك يروح وتبقى احسن من الاول وبعدين بعد كده يعني دخلنا على القودة وبس ايدي وقال لي شكرا يا حبيبتي بصي انا بحاول اتكلم مصري زيوك ووافهم بس المكسر والنفسية والطوبة فهم حاجة انت؟ والنعمة فهمها ولا انا فهمت حاجة ان كان انا ما فهمت اش انت اللي هتفهم يا مخبلة انت؟ الله طب وسبتي اعمل فيكي كده ليه يا بيت؟ هعمل ايه يعني يا ويزة شغلي كده؟ اكل ايش كده؟ اقول له لا يعني اللي يقولك اي حاجة تعمليها تعمليها انت هابلة ولا ايه؟ اه اعملها اما لا اعمل ايه يعني؟ ويسكوتي بقى انا قطيني بسكاتك وانت عاملة زي قبلة النظرة كده الله وانت هتعصب عليها؟ الهاء علينا خايف عليك ما تسكوتي بقى شوية بقى انت مركبة رديو في بقىك سداين انا بيت ريما انا باسأل عليكي جاتك اللي اعرف ان شاء الله تولعك جاتك اللي اعرف ان شاء الله تولعك بس معي خرباتك باتفاقك بقى احلى وهي مقلمة بس يا عفاق طلق ايه زبان احلى ده نصيبك يا توحة واضح ان الرجل انبسط منك قوي لدرجة انه زود الفيزيتا الله بس يا باشا الراجل ده يعني كان بيتكلم كلام كده غريب ما فهمتوش غلط يا توحة غلط اي حاجة تسمعيها كأنك مسمعتهاش خالص دي طبيعة شغلتنا الامانة فيها اهم من الكفاءة وبعدين انت انبسطتي كل مهمتك تبسطي وبس بس انا بقى يا باشا مش هروح للراجل ده تاني شايف الكرة بيجمع الليما على جتتي الزي ده شوهني بطرحي له رجلك فور قابتك مش بمزاجك وبعدين شوف التواخده قد ايه في ليلة واحدة فلوس ماياخدهاش رئيس مجلس ادارة في شهر عيب يا توحة ما تبطرش عن نعمة لا تزول حرام حرام مش يحسن بيه كده انا احبك وحطك في نين نعناية واتك عليك مش يحسن بيه يا عسل انت يا روح النعناية يلا سعيدة سعيدة مبارك صباح الخير يا مو سميق صباح النور مبدرة يعني يا وزة النهاردة اكل عيش بقى نعمل ايه رايح المهندسين برده انا رايحة تعالي نروح مع بعض بقى ياختي المهندسين يومين دور رزقها لاي القاوي ليه يا بنت ده المهندسين رزقها كتير والناس اللي فيها كويسوا معاهم قرش انا اللي شفت منها ده اقرش ابيض ولا اقرش احمر مفيش حاجة بتبقى على حالها انا ياختي قررت اروح حتة تانية النهاردة بس لسه مش عارفة اروح على فان ربنا افتحها فشك تكلع على الله الله يخليك يلا سلام سلام يا مو سمية سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم وعليكم خد اخي ده راحة فين انت تعال ايه يا اخويا طلع في ايه طلع فيه طلع عند مين يعني طلع استارزق اول باب هلا يقفه ايش هخبط عليه ده لا لا يعني لا لا بقولك يقول النبي تكلع على الله ما عندناش احنا الكلام ده في العمارة الله يا اخويا وانت ملك حمي عليك ده ليه هو حد دسلك على طرف بالراحة انا واحدة غلبانة وعلى باب الله دخل استارزق وطلع رزق يوم بيوم هو في ايه لا بقولك يقول النبي الله يبرك لك احنا مش عزين مشاكل مع السكان روح يشوف رزقك في مكان تاني ربنا يا اخويا ما يجيب مشاكل طب بقولك ايه ما تسيبنا اطلع يمكن الزبان يعجبهم شاكل يقولوا علي غلبانة سيبنا استارزق يعني لا والنبي بقولك اسمعين اسمعين اقول ليه انا هطلع واللي هبيعه هديلك نسبة مين ايه رأيك؟ طب انفردت لعتي بيعتي وانزلتي وانتلي ما بيعتش حدق يوات شكلك النسو اخوص والله العشرة دي بستفتحت لنهار والله نهارك عينب طب احب اطلع لك الحاجة تاسلم طب اقولك ايه نعم انت عايز تساعدني؟ انا ايه طب فاتقولي يا اخويا على الزبان اللي هيشتروا على طول من غير ما يفاصلوا انا مش اقدل فاساها ااااا فهمتك فهمتك سهلا دي بص يا ست الدور الأول شقة الدكتور عمر الشقة دي على الميل الدور الثالث شقة مدام مديح ست سكرة كده وشها سمح وبتشتري من أي حد أي حاجة عشت وش لسنصير ها الدور الأخير بقى ده شقة واحد شقة البشمون دس عماد مراته كده ست عسلية وبص يعني تشتري منك كل البضع وهتكرمك أخر كارب والنبي انت لراك العسل حبيب ربنا يا أخي وقف لك ولده العلاق يلا يا لهوي يا أخي انت قلتلي الدور الأول وإيه؟ الدور الأول والثالث والأخير ماشي يلا أنا أطلع ورجعاه ركزي بقى تعال مستنيك